الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علمي أرحم الراحمين أما بعد فنتكلم في هذا الدرس والذي جليه إن شاء الله عن موضوع مهم من موضوعات علوم القرآن يتعلق ببيانه وفهمه وهو ترجمة القرآن الكريم ترجمة القرآن الكريم يمكن الحديث عنها في المسائل التالية أولا معنى الترجمة ثم أنواع ترجمة القرآن ثم حكم ترجمة معاني القرآن وأهميتها فنبدأ بمعنى الترجمة ولما كان الشيخ مناء القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن لم يتعرض لتعريف الترجمة وبالتفصيل فإننا سنقرأ كلاما جيدا في تعريف الترجمة أورده الشيخ عبد العظيم الزرقاني محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في كتابه القيم مناهل العرفان في علوم القرآن قال رحمه الله بعد أن قدم بمقدمة تتعلق بالترجمة قال ولنبدأ الكلام ببيان معنى الترجمة لغة وعرفا ثم بتقسيمها إلى حرفية وتفسيرية ثم ببيان الفرق بين الترجمة والتفسير ثم ذكر كلاما جيدا يحسن التنبه له فيما يتعلق بالتعريف وبيان المصطلحات فقال فإن تحديد معاني الألفاظ وتحقيق المراد منها مجهود مهم ومفيد لا سيما ما كان من الأبحاث الخلافية كهذا البحث الذي نعانيه فلقد هدانا الاستقراء إلى أن تحديد معاني الأمور الخلافية أو تحرير محل النزاع بعبارة فنية أزهرية كما يقول أو عبارة علمية أصولية كثيرا ما قرب بين وجهات النظر المختلفة وطالما أظهر أن خلاف المختلفين كان لفظيا لا حقيقيا هذا كلام مهم يعني تحديد المحل النزاع وبيان معاني الألفاظ بدقة طالما أظهر أن خلاف المختلفين كان لفظيا لا حقيقيا يقول لأن النفي والإثبات بينهم لم يتوارد على أمر واحد بل إن ما أثبته بعضهم لم يخالف أحد في إثباته بالمعنى الذي أراده وما نفاه البعض الآخر لم يخالف أحد في نفيه بالمعنى الذي أراده كذلك ورجع الأمر أخيرا إلى مجرد اختلاف في العبارات لاختلاف في الاعتبارات ولو أنهم اتفقوا بادئة بيبد على هذه الاعتبارات لما اختلفت العبارات ولما حدث خلاف ألبتة وهذا الكلام لا شك أنه مهم وجدير بالعناية فتحرير المصطلحات يقلل الخلافات أو يرفع أكثر الاختلافات التي تقع بين المختلفين ثم قال إذن فإننا نستميح قالي أنا الكريم عذرا إذا أطنبنا في توضيح المعنى المراد الذي يدور عليه الكلام في هذا الموضوع وإذا استطردنا ببيان ما اشتبه به وكان سببا في النزاع فنذكر أن لفظ الترجمة يطلق على معاني متعددة بعضها لغوي وبعضها عرفي عام ثم تكلم عن الترجمة في اللغة ما المراد بالترجمة في اللغة؟ طبعا هو ذكر أربعة معاني وضعت كلمة ترجمة في اللغة العربية لتدول على أحد معاني أربعة أولها تبليغ الكلام لمن لم يبلغه تبليغ الكلام لمن لم يبلغه ومنه قول الشاعر إن الثمانينة وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني قد أحوجت سمعي إلى ترجماني يعني إلى من يوصل الكلام إلي ثانيها تفسير الكلام بلغته التي جاء بها فهي من معاني التفسير ومنه قيل في ابن عباس أنه ترجمان القرآن أي أنه يبينه ويفسره يعني بلغته ولعل الزمخ شريف في كتابه أساس البلاغة يقصد هذا المعنى إذ يقول كل ما ترجم عن حال أو ترجم عن حال فهو تفسيرته ثالثها تفسير الكلام بلغة غير لغته وهذا جاء أيضا في لغة العرب وفي القاموس أن الترجمان هو المفسر للكلام وقال شارح القاموس ما نصه وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر قاله الجوهري وجاء في تفسير ابن كثير والبغوي أن كلمة ترجمة تستعمل في لغة العرب بمعنى التبيين مطلقا سواء اتحدت اللغة أو اختلفت رابع المعاني نقل الكلام من لغة إلى أخرى نقل الكلام من لغة إلى أخرى نقل الكلام طبعا هناك في الثالث تفسير الكلام بلغة غير لغته وهنا نقل الكلام من لغة إلى أخرى قال في لسان العرب الترجمان بالضم والفتح الترجمان الترجمان هو الذي يترجم الكلام أن ينقله من لغة إلى أخرى والجمع تراجب وشارح القاموس بعد أن أورد المعنى السابق في ترجمه وترجم عنه قال وقيل نقله من لغة إلى أخرى يعني نقل الكلام وتفسير الكلام ثم قال ولكول هذه المعاني الأربعة فيها بيان جاز على سبيل التوسع إطلاق الترجمة على كل ما فيه بيان مما عدا هذه الأربعة فقيل ترجم لهذا الباب أو ترجم لهذا الباب بكذا أي عنونا له وترجم لفلان أي بيّن تاريخه وترجم حياته أي بيّن ما كان فيها وترجمة هذا الباب كذا أي بيان المقصود منه وهلما جراء ومنه تراجم البخاري في صحيحه أي بيان الأبواب التي ذكرها في صحيحه لبيان المراد من الباب كل هذه المعاني اللغوية جمعها الشيخ بن عثمين رحمه الله في كتابه وصول في التفسير بعبارة مختصرة فقال الترجمة في اللغة تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإضاحة كلها ترجع إلى البيان والإضاحة كل المعاني الأربعة السابقة ترجع إلى البيان والإضاحة سواء كان بلغته أو بلغة أخرى نعود إلى كلام الزرقالي رحمه الله لما انتقل إلى بيان الترجمة في العرف في الاصطلاح العرفي المراد بالترجمة في الاصطلاح العرفي قال رحمه الله ونريد بالعرف هنا عرف التخاطب العام لا عرف طائفة خاصة ولا أمة معينة جاء هذا العرف الذي تواضع عليه الناس جميعا فخص الترجمة بالمعنى الرابع اللغوي في إطلاقات اللغة السابقة وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى نقل الكلام من لغة إلى أخرى ومعنى نقل الكلام من لغة إلى أخرى التعبير عن معناه بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده كأنك نقلت الكلام نفسه من لغته الأولى إلى لغته الثانية وهذا هو السر في تعبيرهم بنقل الكلام مع العلم بأن الكلام نفسه لا ينقل من لغته بحال ثم ذكر خلاصة فقال ويمكننا أن نعرف الترجمة في هذا العرف بعبارة مبسوطة أي موسعة فنقول هذه هو الخلاصة هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده هذا هو التعريف المضلل بالأسود هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده هذا الأصل الترجمة هي هذا هي التعبير عن كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده ثم شرح هذا التعريف في كتابه مناهل العرفاء وأما الشيخ بن عثيمين رحمه الله فقد قال باختصار وفي الاصطلاح يعني الاصطلاح العرفي المتداول الترجمة هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى التعبير عن الكلام بلغة أخرى وترجمة القرآن هذا تعريف ترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى التعبير عن معناه بلغة أخرى هذا ما يتعلق بتعريف الترجمة نعود إلى المسألة الثانية وهي أنواع ترجمة القرآن من خلال ما سبق يمكن تقسيم الترجمة إلى نوعين وقد ذكر هذين النوعين العلماء الذين تكلموا في ترجمة ومنهم الشيخ مناع القطان فقال الترجمة تطلق على معنى أولهما وهذه أنواع الترجمة الترجمة الحرفية الترجمة الحرفية وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب هذه تسمى الترجمة الحرفية يعني أن تنقل الكلام من لغة إلى أخرى كأن تنقل مثلا هذه الجملة رب رمية من غير رام هذه لغة عربية إلى لغة أخرى بنفس الترتيب يعني سياق الجملة بنفس النظم والمعنى وهذا يعني كما سيأتي قد يكون مستحيلا عندما نتكلم عن حكم الترجمة النوع الثاني من أنواع الترجمة الترجمة التفسيرية أو المعنوية وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب كلمات الأصلية أو مراعاة لنظمه هذا ما يتعلق بالترجمة التفسيرية يعني أن تبين معنى الكلام وهذا الذي يحصل في القرآن الكريم كما سيأتي إذن هذان هما نوع الترجمة ترجمة حرفية بحيث ينقل نفس الكلام بحرفه ونظمه إلى لغة أخرى والثاني الترجمة التفسيرية أو المعنوية أي تترجم المعنى معنى هذا الكلام كذا ثم تنقل هذا المعنى إلى لغة أخرى من لغات العالم أو من اللغات التي يتكلم بها البشر والناس هذا ما يتعلق ببيان الترجمة ونوعيها ما حكم ترجمة معاني القرآن هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء السابق أسأل الله أن يفق الجميع لما يحب ويرضى الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى علي وصحبه أجمعين